بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله ومن ولا ثم أما بعد يرحب بكم يا طلاب العلم في درس من دروس العلم في مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنكون سويا في قسم التفسير الوحدة الثالثة سورة التغابن الدرس التاسع تفسير الآيات من الآية الثانية عشر وحتى الآية الخامس عشر من سورة التغابن قبل الدخول في الدرس من المهم أن نراجع الدرس السابق ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أخذنا تفسير سورة التغابن من الآية التاسع وحتى الآية الحادية عشر الآن ستظهر أمامكم بعض الأسئلة أريد منكم الإجابة على هذه الأسئلة السؤال الأول علل لما يأتي؟ ما معنى علل؟ أي أذكر السبب ما السبب في هذا الأمر العبارة الأولى تسمية يوم القيامة بيوم الجمع ما السبب؟ لماذا سمي يوم القيامة بيوم الجمع؟ لماذا سمي يوم القيامة بيوم الجمع؟ أحسنتم لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء العبارة الثانية تسمية يوم القيامة بيوم التغابن ما السبب؟ لماذا سمي هذا اليوم بيوم التغابن؟ أحسنتم لأنه يظهر في هذا اليوم غبن الكافر وخسارته في تركه للإيمان فهذا سمي يوم القيامة سبب التسمية بيوم التغابن لأنه يظهر هذا الغبن وهذا النقص في هذا اليوم العبارة الثالثة الإيمان بالقضاء والقدر سبب لهداية القلب ما السبب؟ لماذا؟ لماذا الإيمان بالقضاء والقدر سبب لهداية القلب؟ أحسنتم لأنه يسلم لأمر الله تعالى ويرضى بقضائه فيصبر ولا يقول إلا خيرا هذا السبب في أن الإيمان بالقضاء والقدر سبب لهداية القلب السؤال الآخر بيّن معاني الكلمات الآتية التغابن مصيبة يهدي قلبه ما معنى هذه الكلمات الثلاثة؟ نبدأ أولا بالكلمة الأولى ما معنى كلمة التغابن؟ ما معنى كلمة التغابن؟ أحسنتم التغابن من الغبن وهو النقص من الغبن وهو النقص الكلمة الثانية مصيبة ما معنى كلمة مصيبة؟ أحسنتم مصيبة الضرر يكون إما في النفس أو يكون في المال أو يكون في الولد الكلمة الثالثة يهدي قلبه يهدي قلبه ما معنى يهدي قلبه؟ أحسنتم يهدي قلبه أي يدل قلبه ويرشده ويرشده فهذا هو معنى هذه الكلمات السؤال الآخر استدل من الآيات على كل من مما يأتي سيأتي عبارة نريد أن تذكر الدليل الدال على هذه العبارة العبارة الأولى أهل الجنة مقيمون في الجنات أبدا لا يموتون ولا يخرجون من الجنة ما الآية التي تدل على هذه العبارة من ما درسنا من الآيات في الدرس السابق في سورة التغابل أحسنتم في قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يكثر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فذكر هذه العبارة أهل الجنة مقيمون في الجنات أبدا لا يموتون ولا يخرجون منها العبارة الثانية كل مصيبة يصاب بها الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده هي بقضاء الله ما الآية الدال على ذلك؟ أحسنتم في هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله العبارة الثالثة والأخيرة معنا هنا من يصدق بالله يوفقه الله عز وجل للتسليم بأمره والرضا بقضائه وقدره ما الآية التي تدل على هذا الأمر؟ أحسنتم أيضا في نفس الآية في قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقلنا معنا يهدي قلبه يرشد قلبه ويدله بعد ذلك ننطرق في درسنا الجديد تفسير سورة التغابن من الآية الثانية عشر وحتى الآية الخامسة عشر بإذن الله في هذا الدرس أولا سنبين ونتعرف على بعض الكلمات الغريبة التي قد تشكل على بعض معرفة معناها كذلك سنفسر الآيات في سورة التغابن من الآية الثانية عشر وحتى الآية الخامس عشر كذلك بإذن الله سنطيع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهي وأيضا سنختم درسنا هذا بأننا بإذن الله أيضا سنستشعر في نهاية هذا الدرس أهمية العفو وأهمية الصفح عن من أساء وظلم فهذه هي عناصر درسنا لهذا اليوم نبدأ أولا بالاستماع إلى الآيات أدعوكم للإنصات لهذه الآيات حتى بعد ذلك نأخذ معنا هذه الآيات وتفسيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتخفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم بعد أن استمعنا للآيات هناك منكم من قد ظهر لديه بعض الإشكاليات في معرفة بعض الكلمات التي جاءت في هذه الآيات وهنا سنبين بعض الكلمات التي قد تشكل على البعض معرفة معناها لدينا هنا الكلمة الأولى في قوله عز وجل وعلى الله فليتوكل ما معنى فليتوكل ما معنى هذه الكلمة فليتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما معنى كلمة فليتوكل أحسنتم فليتوكل أي يعتمد ويفوض يتوكل أي يعتمد ويفوض الكلمة الثانية لدينا هنا وَإِن تَعْفُوا وَإِن تَعْفُوا ما معنى كلمة العفو وَإِن تَعْفُوا أحسنتم العفو أن تتجاوز عن الذنب أن تتجاوز عن الذنب الكلمة الثالثة هنا وَتَغْفِرُوا تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا ما معنى كلمة وَتَغْفِرُوا أحسنتم وَتَغْفِرُوا أي تستروه ولا تذكروه تستروه ولا تذكروه تذكروا الكلمة الأخيرة هنا معنى كلمة فتنة ذكر في الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة ما معنى كلمة فتنة؟ أحسنتم الفتنة هي البلاء والمحنة البلاء والمحنة هذا معنى كلمة فتنة بعد ذلك نأتي إلى تفسير هذه الآيات والدخول في معنى كل آية من هذه الآيات فلدينا هنا وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فأولا وأطيع الله وأطيع الرسول أي أطيع الله فيما أمر به ونهى عنه كذلك أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ثم جاء بعد ذلك فإن توليتم فإن تركتم هذا الأمر وفعلتم هذا الذي نهيتم عنه فإن أعرضتم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أي ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه أبلغكم بهذه الرسالة وبيّن لكم ما يجب أن تعملوا وما يجب أن تتركوا لهذا إن عليه إلا البلاغ وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ثم جاء بعد ذلك في الآية الأخرى الله لا إله إلا هو أي الله وحده لا معبود بحق سواه جل وعلا ثم جاء بعد ذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي على الله جل وعلا الواحد القهار يعتمد المؤمنون في كل أحوالهم في كل أمورهم فهم يفوضون أمورهم لله عز وجل ثم جاء بعد ذلك الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أي إن من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل الله ويثبتونكم عن طاعة الله جل وعلا فقد يجعلون الإنسان يترك طاعة الله أو يفعل ما يغضب الله عز وجل لهذا قال أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بأنهم يصدونكم عن سبيل الله ويثبتونكم عن طاعة الله ثم جاء بعد ذلك فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم أي احذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما أمر يريد منك أن تأتمر لأمره وحينما نهاك عن هذا الأمر يريدك أن تنتهي عن هذا الأمر لهذا قال وإن تعفوا أي وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتصفحوا عن هذه الأمور وتعرضوا عنها كذلك تغفروا أي تسترونها عليهم فإن الله غفور الرحيم أي يغفر لكم ذنوبكم كما غفرتم لهم كما غفرتم لهم حينما أخطأوا بهذا الأمر ثم جاءت الآية الأخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ليست الأموال والأولاد إلا اختبار وابتلاء من الله للعبد لهذا ليعلم من يطيعه ومن يأصيه فهناك من يرزقه الله عز وجل للمال والأولاد فيجعل المال فيما يرضيه ولا يدفع بالمال إلى ما نهى عنه الله عز وجل وعلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هؤلاء الأولاد يربيهم أحسن تربية فهذا في قولي عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ليست الأموال والأولاد إلا اختبارا وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ومن يعصيه والله عنده أجر عظيم أي ثواب عظيم لمن آثر وقدم طاعة الله عز وجل على طاعة غير الله لهذا دائما ما نقول هذه القاعدة لا طاعة في مخلوق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا فهو الذي يستحق أن يعمل بأمره ويعبد جل وعلا بعد ذلك نأتي إلى التعرف على ماذا نستفيد في هذه الآيات من الفوال أريد منكم أن تستخرجوا من هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين من يستطيع أن يستخرج من هذه الآية فائدة نستفيدها من خلال هذه الآية مما ذكرنا في تفسير هذه الآيات أو مما قرأتم وسمعتم حول هذه الآية من يستطيع أن يستخرج فائدة من هذه الآية؟ أريد منكم المحاولة أنظروا إلى الآيات اقرأوها حاولوا أن تجدوا فيه من هذه الآية فائدة نريد أن نستخرج فائدة من هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أحسنتم نقول الفائدة الأمر في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير عن الإعراض عن هذا الأمر فهذه الآية تدل على تقديم أمر الله وأمر رسول الله على أمر كل أحد أيضا نريد أن نستخرج من الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور غفور رحيم من يستطيع أن يستخرج من هذه الآية؟ فائدة انظروا إلى الآيات حاولوا أن تستخرجوا وتستنبطوا من هذه الآية فائدة ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أحسنتم نقول الفائدة الترغيب في العفو والصف عن من أساء وظلم لا سيما إذا كان من الأقربين فإن أخطى عليك قريبك فأنت تغفر له هذه الزلة تستر هذه الزلة كذلك قبلها أنت تصفى عنه وتعفو عنه وهذا ما كان دائما يدعون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون كالأمة الواحدة والمجتمع الواحد الذي يتعاطف مع بعضه البعض ويتراحم في ما بينه لهذا حينما يخطع عليك أحد خاصة إن كان من الأقربين فأنت تعفو وتصفى عنه بل أن تتغفر له أي تستر هذا الخطأ عنه وهذا من الفوائد التي نأخذها من هذه الآية بعد ذلك نأتي إلى ما هي الآثار السلوكية دائما ما نكرر من الأمور المميزة في ديننا الإسلامي أنه يجمع بين العلم والعمل قبل قليل أخذنا كثير من العلم معنى الآيات وتفسيرها وبعض الفوائد حولها الآن نريد ما هي الأعمال؟ ما هي التطبيقات السلوكية؟ ماذا جاء في ذهنك تريد أن تطبقه في حياتك في بيتك في مدرستك في مسجد حيك في نفسك كذلك في من حولك ما هي الأشياء التي ستطبقها بإذن الله قد أخذتها من هذه الآيات أريد منكم المحاولة حاولوا أن تفكروا وأن تستخرجوا من أذهانكم أعمال تطبيقية تنفذونها بإذن الله حينما ننتي من هذا الدرس ماذا ستطبقون؟ ماذا ستعملون؟ أحسنتم أيضا نريد أكثر من ذلك أحسنتم نقول أعظم ما نخرج به من هذه الآيات هو أن أطيع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهي فحينما أسمع آية أو أسمع بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقف عند هذه الآية فأعمل بما أمر الله عز وجل وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزجر وأترك ما نهى عن الله أو ما نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أعظم قاعدة وأعظم تطبيق نخرج من هذه الآيات في حياتنا ونطبق ذلك في حياتنا أيضا من الآثار السلوكية في هذه الآيات نقول أعفو عن من أخطأ عليه فلا أجازيه على إساءته إليه فالخطأ وارد فمن أخطأ عليك مصداقا لهذه الآية سامح واعفو عنه وأستر هذه زلة منه لهذا قال في هذه الآية تل وعلا وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور الرحيم فالله عز وجل غفور الرحيم بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقويم حتى نتأكد من فهمنا لهذا الدرس واستيعابنا له سيظهر أمامكم بعض الأسئلة أتمنى منكم قراءة هذا السؤال والإجابة عليهم خلال ما درستم خلال هذا الدرس السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي العبارة الأولى مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي الخيار الأول التبليغ والإنذار الخيار الثاني الهداية والجزاء والحساب الخيار الثالث إجبار الناس على الإسلام من يستطيع أن يختار الخيار المناسب لهذه العبارة مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي ما هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي التبليغ والإنذار أم هي الهداية والجزاء والحساب أم هي إجبار الناس على الإسلام ما الخيار المناسب أحسنتم نقول التبليغ والإنذار التبليغ والإنذار فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي التبليغ والإنذار السؤال الآخر بين معاني الكلمات الآتية يتوكل تعفو وتغفر فتنة نبدأ بالكلمة الأولى ما معنى كلمة يتوكل مرت بنا في معاني الكلمات معناه يتوكل ما معناها أحسنتم يتوكل أن يعتمد ويفوض فهو يفوض أمره لله جل وعلا الكلمة الثانية تعفو ما معنى كلمة تعفو أحسنتم تعفو أي أن تتجاوزوا عن هذا الذنب وعن هذا الخطأ الكلمة الثالثة وتغفروا ما معنى كلمة وتغفروا أحسنتم تغفروا أي أنكم تستروه ولا ولا تذكروه تستروه ولا تذكروه الكلمة الأخيرة فتنة ما معنى كلمة فتنة أحسنتم كلمة فتنة أي بلاء ومحنة فهذا معنى كلمة فتنة السؤال الآخر استدل من الآيات على كل مما يأتي ولو نلحظ أننا دائما ما نأتي بهذا السؤال استدل أي أذكر الدليل فحينما ندرس نحن هذه الآيات من المهم أن نستشعر أن هذه الآيات هذه الآيات فيها من الدلائل الشيء الكبير حتى نستطيع أن ندلل على ما نعتقد من الأمور لهذا ستظهر عبارة أريد منكم أن تذكروا ما الآية التي دلت على هذه العبارة العبارة الأولى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة ما الآية التي دلت على ذلك؟ ما الآية التي دلت على أن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أحسنتم في قولي عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فهذه الآية التي دلت على هذه العبارة العبارة الثانية العفو والتسامح عن الأزواج والأولاد سبب لمغفرة الله تعالى ما الآية التي تدل على ذلك؟ أنك إن سامحت أولادك أو زوجتك فإن ذلك سبب لمغفرة الله لك أحسنتم في قولي عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم العبارة الثالثة الأموال والأولاد اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ما الدليل على هذه العبارة؟ أحسنتم في قولي عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم بهذا نكون لا الحمد في نهاية هذا الدرس أولا بينا معانا الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على بعض معرفة معناها كذلك فسرنا الآيات في سورة التغاب من الآية الثانية عشر وحتى الآية الخامس عشر كذلك بإذن الله من هذا الدرس أننا سنطيع الله عز وجل ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهي وأيضا قد ختمنا ذلك أننا استشعرنا أهمية العفو والصف عمن أساء وظلم بهذا نكون لا الحمد انتهينا أشكر لكم تفاعلكم تعاونكم حرصكم وألتقيكم بإذن الله في درس قادم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد